قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء تحرر مناطق جديدة في مديرية ناطع وتتقدم باتجاه مديرية الملاجم تقدم جديد استطاعت من خلاله تحرير جبل الظهر ومناطق شعب سيرام والمسوح ومفرق أعشار وشعب لبان بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي استمرت لساعات وبحسب مصدر ميداني فقد سقط قتل وجرح من الميليشيا بينما وقع نحو أحد عشر عنصرا آخرين في الأسر بعد أن فر العديد من زملائهم شهود عيان ذكروا أن عددا من الأطقم والدراجات النارية لوحظت تقل مسلحين حوثيين لاذوا بالفرار إلى مديرية الملاجم القريبة وكانت قوات الجيش سيطرت على سلسلة جبال الظهر ممكنها أيضا من السيطرة النارية على منطقة فضحة بمديرية الملاجم والتي تتخذها الميليشيات معقلا استراتيجيا لها بهذه السيطرة وتحقيق تقدم جديد يصبح الطريق المؤدي من منطقة فضحة إلى عقبة القنذع بمديرية نعمان والذي يربط بين محافظتي البيضاء وشبوة يصبح تحت سيطرة نيران الجيش والمقاومة وهو ما سيسهم في قطع إمدادات ميليشيا الحوث التي تتمركز أعلى عقبة القنذع ويسهل من استكمال تحرير باقي مناطق مديرية نعمان ترجمة نانسي قنقر